المياه الاقليمية الكويتية تحت صفيح ساخن نفوق الاسماك في العشر سنوات الماضية ونفوق المحار قبل اشهر ونفوق بعض الاسماك الميت في الاونة الاخيرة يفتح الباب للحديث وبما ان جون الكويت اعتبر ثاني اكبر مرعى في العالم باعتباره ثروة قومية ومصدرا مهما من مصادر الدخل فبعض اسماك المحيط تأتي الجون لتضاع بيضها وتقادر مرة اخرى نظرا لما يتمتع به الجون من بيئة طبيعية ملائمة جعلته من اغنى المراعي السماكية ولكن الان تغير الحال الى حال اخر بعض الصيادين والحداغ اشتكوا قلة الصيد منذ سنوات الماضية والى الان والسبب حملوه بعد الردم الذي قامت عليه بعض المشاريع في الثمانينات وتدفق مناهيل المجاري في البحر وتزايد الكرافي صيد الريبيان الذي يقتل البيض واليراقات وغيرها مؤكدين ان المشاريع الجديدة التي تقام لاسيما مشروع جسر جابر يحسر المياه ويوقف التيارات مما يرفع نسبة الطين وتزايد البكتيريا والفيروسات كما طالب افريق الغوص الكويتي بوقف اعمال الردم الحالية في مشروع جسر جابر في جنوب جنود الكويت لحين تنفيذ عمليات نقل جميع الكائنات البحرية القاطنة في موقع الردم والاهتمام المباشر الحفاظ على الحياة البحرية خاصة وان اعمال الردم التي يقوم بها المقاول الرئيسي لمشروع جسر جابر الحالية تعتبر مخالفة لاشرطات البيئة الدولية السفير الامريكي لدى دولة الكويت لفت انتباه المجتمع الكويتي الى وضع البيئة البحرية في الخليط العربي ومساعدته على فهم مراقبته وتنظيفه لانعكاس ذلك على المنطقة ومحطات العالم ووضع المياه ونظافتها لانها باتت مهددة اما الدكتور حمد المطر اكد وفقا لابحاث وتحاليل يمتلكها ان المناهيل المجاري هي السبب الرئيسي في نفوق الاسماك بدون الكويت مشيرا الى وجود بكترية قاتلة تصيب الاسماك بسبب تلك المناهيل التي تساعدها عوامل اخرى كارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الحموضة في مياه البحر ولكن الحال يبقى على ما هو عليه ابراهيم السرحان الوطن اشتركوا في القناة